أهلا بكم من جديد أكد محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حمد لملس على أهمية وقوف التجار ورجال الأعمال في العاصمة المؤقتة عدن إلى جانب السلطة المحلية في هذه المرحلة الاستثنائية جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الموسع الذي ضم قيادة الغرفة التجارية والصناعية ورجال الأعمال وفي الاجتماع طرح تجار عدن عددا من المشكلات ومنها ارتفاع الرسوم الجبركية في ميناء عدن وارتفاع أسعار النقل والمناولة والجبايات غير القانونية في نقاط التفتيش ومشكلة الأراضي وغيرها من المشكلات التي تضع تكاليفا إضافية على أسعار السلع التجارية وبالتالي تحميل المواطن أعباء إضافية وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات يبرزها الإعداد لعقد اجتماع بين التجار وعدد من الجهات المعنية أبرزها مؤسسة موانئ خليج عدن وإدارة المنطقة الحرة والجمارك والضرائب والحزام الأمني وأراضي وعقارات الدولة ومكتب التجارة والصناعة لبحث ووضع حلول مناسبة لجميع المشكلات التي تم مناقشتها في الاجتماع وأكد ألم لس أنه لابد من تقويم العمل ووضع الحلول للكثير من المشكلات وخصوصا الاقتصادية منها وأضاف نريد توجيه رسالة للعالم أن عدم بيئة مناسبة لممارسة العمل التجاري وبيئة مناسبة للاستثمار